النهاردة هنتكرم عم مشكلة كبيرة جدا مشكلة يمكن القلب بيتوجع مش لينا بس ولادنا ولادنا هم اللي قلبهم بيتوجع انا بكلم النهاردة كل ام وكل اب تركزوا معايا جدا جدا في الحلقة دي لان بجد انتوا ممكن ما تكونوش متخيلين مدى الوجع ومدى الجرح اللي ممكن يحسوا بيه ولادكو لما بتعملوا كده بيعملوا اي ايمان بيفرقوا بين ولادهم ايوا فيه امهات كتير اوي وفيه ابهات كتير اوي بيفرقوا بين ولادهم ممكن ما يكونوش حسين وممكن يكونوا حسين ومش عارفين يتعاملوا يعني مثلا اقولكو على حاجة دايما الديارج يعني في مصر هنا البكري ليه معاملة خاصة جدا ده ده البكري وتيجي الام في اي قاعدة تقولك ده اول فرحتي ده ده اول مجلس الرزق كله ده اول مجلس سعادة كلها ودايما البكري ده يبقى مميز جدا في البيت كأنه اديكي البرابر اللي هو امي يعملي الفطار لاخوكي امي يحضرينه معرفش ايه امي اخوكي يجي قاعد مع صحابه يلا تخلي جوا اخوكي 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 الكبير اه طبعا الاخ الكبير اللي احترامه بس مش للدرجات دي مايبقاش مميز طول الوقت عن اخواته نسيب بقى الكبير نروح للعكس خالص اخر العنقود اخر العنقود ما عافش بيقوله دلع معقود حاجة كده يعني او سكر معقود اخر العنقود ده بقى يقولك ده اخر العنقود عندي دلع بالزيادة بالزيادة يعني ممكن يكون في الكبير ربينا قوي ودوسنا قوي في الابن الكبير نيجي بقى في اخر العنقود بنسيب الحبل خالص يقولك اصل الصغير اصل اخر العنقود اصل ما عرفش ايه طيب والبنات نفس الحكاية يعني البنت برضو لو هي مثلا مزنوقة ما بين ولد وولد فبتلاقي دايما المعاملة هي مفرومة في النص ولو في بنت كبيرة وبنت صغيرة فلاق البنت الكبيرة ليها برضو معاملة خاصة غير البنت الصغيرة عايز اقولكو ان القصة بقى ايه ساعات بيبقى الحنين بالزيادة دي حقيقة ساعات بيبقى الابن الحنين بالزيادة اللي بيقول حاضر طول الوقت احنا بندوس عليه طول الوقت تلاقي الامة او الاب بيدوسوا عليه طول الوقت عشان هو محترم عشان هو بيسمع الكلام وعشان هو أحنين لكن ييجي بقى ممكن يبقى فيه ولد تاني أخوه جاحد بيزعق وبيقل لي أدبه وبيتكلم بطريقة مش كويسة تلاقيه دايما بيقى بيلابوله رغباته طب ليه؟ ليه دايما المحترم يحس أنه هو بيتعاقب عشان هو محترم أنتوا عارفين التفرقة ما بين ولادكو بتعمل إيه في نفسية ولادكو؟ أنتوا عارفين كم حالة اكتئاب بيتعالجوا بيها وبيفضلوا بعد الجواز حتى وعندهم مشاكل في حياتهم بسبب نرجع للبيت للأصل بسبب التفرقة ما بين الولاد أنتوا عارفين بقى أن بيفضلوا مستحملين مستحملين وبعد بقى الوفاة تلاقي بقى بنلاقي جرائم قتل بقى وتلاقي مشاكل على الورث لأن هو كابت جواته للوقت ده عشان أخوه بيتدلع زيادة وأخوه واخد أكتر من حقه ونفس الحكاية البنات فيه بنت ممكن في البيت شايلة الهم كله قوم ينظفي قوم يحطي قوم يشيلي قوم يعملي وفيه بنت تانية لا لا أصل دي شائية أصل دي ملهاش في شغل البيت أصل دي ما عرفش إيه فتيجي البنت الكبيرة تلاقي أختها متدلعة جداً وهي اللي شائلة المسئولية كلها هل التفرقة ما بين ولادنا بتعمل إيه في نفسية ولادنا وبتعمل إيه في قلوبهم يا ما يا مبنات نفسيتها متدمرة بسبب أن الأم بتفرق ما بينها وما بين أختها وتلاقيها بقى بتحكد على أختها ولو اتجوزت تبقى هي مش مبسوطة لها وطول الوقت تعملها مشاكل في حياتها ليه؟ هي في الآخر بتحب أختها بس بتنتقم من الأم أو الأب اللي فرقوا ما بين المعاملة ما بينها وما بين أختها يعني فيه انتقام داخلي بيحصل بسببك وإنتو الانتقام والكره بيلاقي إخوات بيأكلوا في بعض بيلاقي إخوات بيقتلوا بعض وفي الآخر بيلاقيه السبب الأب أو الأم إنه بيفرق المعاملة ما بين الولاد وبعضهم النهاردة هيكون معنا الدكتور محمد فؤاد استشارة صحة النفسية عشان تسمعوا بودنكو وتركزوا معايا كويس جدا أنتو بتعملوا إيه في ولادكو بسبب التفرقة ما بينهم بتدمروا جيل كامل بتدمروا ابنك أو بتدمروا بنتك بتخليها تكرهك أنت أمها بس في الآخر بتطلع كرهاكي بسبب التفرقة ما بين بنتك وما بين أخوها مثلا فالموضوع ده مستهل خالص مستهل إن بني آدم يحس بالقلة مستهل إن بني آدم يحس إن هو مش متشاف في البيت خالص فيه بنات كتير جدا بتشتكي تقولك أنا أمي مش شايفاني خالص مهما عملته معيني أنا الطيبة وأنا الحناينة بس بتعامل أختي أحسن مني بتعامل أخويا كأنه هو ده بس اللي هي جابته أو خلفته